بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسعو علم الله أما بعد اللهم وفقنا وسائل المسلمين لما تحب وترضى علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اكفنا وسائل المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت لنك على ما تشاء قدير أدخلنا وادخلهم في كل الأمور لمدخل صدق وأخرجنا وأخرجهم من كل الأمور لمخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرة ورحمنا ورحم والدين ومشيخنا وعلى مأنا وسائل المسلمين يا رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيد ابن قاسم الغزي في شرح الفاظ التقريب وهو الغاية الاختصار في فقه السادة الشفعية للإمام أبي شجاع رحمهم الله تعالى ونفعنا الله لعلومهما في الدارين آمين فصل في أحكام الوقف والوقف يقول هو لغة الحبس وقفت الشيء أكثر يعني بلاغة من قولك أوقفت الشيء أوقفت الشيء لغة رديئة من لغة بني تميم رديئة لكن تقول إيه وقفت ولا تقول أوقفت والوقف هو الحبس وتقول أحبست يعني في الحبس تقول أحبست وفي الوقف تقول وقفت وتقول شأوقفت هي دي اللغة الجيدة فأصلا الوقف معلها حبس يعني حبست شيئا معينا على جهة معينة هذا معناه اللغوي وشرعا حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وقطع التصرف فيه على أن يصرف في جهة خير تقربا إلى الله تعالى ده تعريف نقرأ التعريف تاني ونفهم كل كلمة هو أي أصله دليل يعني دليل الوقف من القرآن قول الله عز وجل لما نزلت سورة لن تنم بر حتى تنفقه مما تحبون جاء سيدنا أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان عنده بستان يسمى بيروحات كان مقابل لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الجهة الشمالية يعني أيام كانت القبلة البيت المقدس كان يبقى مواجه للقبلة ولما صارت القبلة إلى الكعبة صار في ظهر المسجد ده بستان بيروحات وكان من البساتين الغالية السمن في المدينة وكان أفضل مال عند أبي طلحة فلما نزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهدك يا رسول الله بيروحاء أفضل مالي وهي لله ولرسوله يعني كأنه أوقفها لله ولرسوله فالنبي صلى الله عليه وسلم نصحه وقال إيه مال رابح وفي رواية مال رايح يعني رايح في وجهته المحمودة يعني ونصحه صلى الله عليه وسلم أن يجعله في بني عموماته أن يقسمه على بني عموماته حتى يأخذ ثواب السلة وصلة الرحم وسواب أيضا الصدقة فالوقف نوعا من الصدقات الجارية صدقة جارية لأنه بيستمر الاندفاع بها سنوات عديدة وبرضو سيدنا عمر من الخطاب أصاب من خيبر مال يعني قطعة أرض وفيها نخل وكانت من أفضل الأموال التي يملكها سيدنا عمر ذهب لرسوله السلام وقال هي لله ولرسوله فنصحه النبي أن يقفها في النفق على المساكين وعلى الفقراء يعني يقف رقبتها وينتفع المساكين والفقراء على ما يخرج منه يعني معناه يقف رقبتها يعني لا تتملك يعني تتملك الرقبة نفسها رقبة شيء لا يتملك ولكن ينتفع بما يخرج منها في جهة المؤين فده أصل الوقف من حيث الدليل الشرعي من السنة والقرآن تعريفه بيقول حبسه مال معين كلمة معين مال اللي يبقى شيء يتمول له قيمة يعني ومعين يخرج ما في الزم ويخرج المبهم يعني ما ينفعش أقول مثلا أوقفتوا إحدى شقةين أنا عندي شقةين أقول أوقفتوا إحدى الشقةين لتحفيز الكرآن لا يصل حيث أوقف إيه لأنه مبهم إيه إحدى لازم تعين اللي موجودة في المؤطم ولا اللي موجودة في السيدة عيشة وما ينفع ما تقول لي إحدى الشقةين يبقى مش هنعرف ننفيز يبقى إحدى الشقةين دي اسمها إيه مبهم يبقى غير معين أو يقول مثلا إيه لله في ذمتي أن أوقف الأرض التي سوف أشتريها في المستقبل ليه ما ينفعش وقت لأنه في الزمة لازم يبقى ما المعين يخرج ما في الزمة ويخرج إيه غير المعين هو المبهم ولازم كمان في شرط تاني يقول لك قابل للنقل يعني قابل لنقل ملكياته من سيطرته لأنه يملكه إلى التصرف فيه من حيث الانتفاع بما يخرج منه يبقى قابل لنقل ملكياته يعني أنا لو لي سلطان على المال ده لا أستطيع أن أنقل ملكياته إلى الوقف لابد أن يكون هذا المال قابل للنقل يعني قابل للتصرف فيخرج مثلا بعد النمزج القديمة يقول لك يخرج أم الولد أم الولد دي أمة ملكي يمين وكانت لها قيمة مالية إذا أنجبت ولد لا يستطيع أن يبعه فيبقى يتغير قابلة للنقل لأنها يحررها ابنها بمجرد أن يموت سيدها طالما أنجبت منه فيهمت إزاي فيحررها ابنها على قبل يسموها أم ولد أو مستولدة يبقى دي غير قابلة للنقل فيهمت إزاي وكذلك المكاتب العبد اللي هو بيشتري نفسه من سيد غير قابل للنقل لأنه إيه لا يبيعه فيهمت بقى إزاي وندي لك مثال تاني في العصر الحديث المال المحجور يعني أنا مثلا مشتري سيارة بالتقسية من بنك البنك ده بيعمل حجر بيع حزر بيع فأنا ما ينفعش أوقف هذه الطياء السيارة لأنها في فترة حزر البيع لأنها غير قابلة للنقل تفهمت إزاي فأي مال محجور عليه فيه لا يستطيع أنه هو يجعله وقفا لله تعالى في أي وجهة من الوجهات لأنه غير قابل للنقل تفهمت بقى المسألة يبقى لازم يبقى إيه أولا مال يعني متمول معين نخرج المبهم وما في إيه الزم وقابل للنقل نخرج إيه المحجور عليه أو مال أيملكه ومش كده وبس يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ويكون هذا المال ينتفع بما يخرج منه مع بقاء عينه يعني لا ينتهي بالانتفاع به يعني ما ينفعش أوقف طعام لأن الطعام يستهلك فهمت زي الناس هتأكله خلص لكن ينفع تصدق به ينفع أهبه لكن ما ينفعش أوقفه لله لأن ده إيه إذا انتفع به تفنى عينه فالوقف لابد أن يكون ينتفع به وإيه وتبقى عينه زي أرض مزروعة ينتفع بالزرع الخارج منه تفضل الأرض موجودة فهمت يبقى لازم يبقى يمكن الانتفاع به ما يبقى عينه ما ينفعش أن أنا يوقف شمعة الشمعة هتستهلك تهمت إزاي ووقف لمبة كهرباء هتتحرق بعد شوية مع الاستعمال يبقى لابد أن يبقى إيه يبقى عينه زي العقار وزي البستين وزي وزي الأرض المزروعة وزي المناجم اللي بيستخرج منها أشياء كل دي يمكن وقفها لكن ما ينفعش نوقف شيء إذا استعملته يفنعي ومش كده وبس أقول لك وقطع التصرف فيه ويقطع تصرفه فيه يعني يعني يخرج قدرته على التصرف فيه يعني يخرج من ملكيته يخرج من ملكية صاحبه خلاص بحيث لا يستطيع بعد كده أنه يبيعه أو يتصرف فيه سائر التصرفات واضح يبقى هو مجرد أوقفه خرج سلطانه عنه واضح عشان كده أقول لك وقطع التصرف فيه يعني بالبيع أو الشراء أو الهب أو الصدق ومش كده وبس على أن يحدد جهة الانتفاع بقى الجهة اللي حتى انتفع لازم يحددها تقيمت إزاي ما يدفعش تبقى جهة مبهما لازم يحدد الجهة اللي ينتفع بها على أن يصف فيه جهة جهة خير تقربا إلى الله هو طبعا التعريف كان حق يقول لي فيه جهة مباحة أحسن في جهة مباحة أحسن من جهة خير لأن جهة خير معناها جهة مستحبة لكن يجوز الوقف للمباحة فهمت إزاي يبقى جهة الوقف لجهة مباحة يبقى جهة واجبة واجبة النفقة فيها كما سنحفز القرآن ده واجب على العموم في الأمة فممكن أنه يوقف على تحفز القرآن مبنى معين أو أرض تدر ريع معين بحيث ينفق على طلبة العلم وهكذا على أن يصرف في جهة خير تقرباً إلى الله تعالى ولو لم يكن التقرب إلى الله واضح فيه يعني ممكن واحد يوقف ماله للأغنية شوف لأن الغني إذا افتقر بيقول لك إيه يعني الإنسان لما يبقى غني ويفتقر بيبقى بيتزل فواحد هو حاسس بإيه بكسرة نفس الغني إذا افتقر فيقوم يوقف ماله على الأغنية فهمت إزاي جائز وإن كان يعني جهة القربة فيها مش واضحة يقول لك إيه ده بينفقه على أغنية فهمت وإنت عارف في الحديث إن فيه واحد تصدق على غني وربنا قبل صدقته وتصدق على بغي وإيه وربنا قبل صدقته وتصدق على سارف وربنا قبل صدقته يبقى الوقف من أنواع الصدقات الجارية من أنواع الصدقات الجارية في ناس كتير يسألك عمل إيه صدقة جارية يوقف شيء لله يعني يوقف شيء ينتفع به مع بقايا عينه في جهة خيم فهمت إزاي ويخرج عن تصرفه يبقى كده عمل صدقة جارية بحيث هو ميت ياخد ثواب هذه الجهة الإمام السيوتي مجمع الأشياء اللي هي ينتفع بها الميت كصدقات جارية يعني جمعها ببيت شعر لطيف وجمعها من جميع الأحاديث لأن الناس مش عارفة منها إلا تلاتة بس حديث مشهور لكن فيها حديث أخرى غير مشهورة فيها وجوء الصدقات الجارية كثيرة فالإمام السيوتي جمعها بيقول إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير عشري يعني خلها العشرة إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير عشري علوم بثها اللي هو علوم منتفع به علوم بثها ودعاء نجلي كويس وغرص النخل والصدقات تجري اللي هي صدق الجارية يعني وراثة مصحف ورباط ثغري وحفر البئر أو إجراء نهري وبيت للغريب وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء أو بناء محل ذكري وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصر يبقى هذه الحاجات لما يجي حديث يسألك إيه الصدقات الجارية اللي ممكن الواحد يعملها يبقى فاكرا فاهم الحديث ده وعرف نقولها ثاني إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير عشر علوم بثها ودعاء نجلي وغرص النخل والصدقات تجري انت عارف النخلة ممكن تعيش مئة سنة يوم يغرس نخلة ويموت كل اللي بيأكل منها ياخد ثوابها وهو ميت وغرص النخل والصدقات تجري وراثة مصحف وربات ثغري وحفر البئري أو إجراء نهري وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكري زي مدرسة أزهرية زي مثلا كلية يدرس فيها العلوم النفعة أو بناء مثلا رباط زي ما كان فيه أربطة للصفية زمان يعيش فيها أهل الذكر واللي يسموها خانقاء زمان أو زاوية زي الزواية المشهورة كل دي وكذلك وتعليم القرآن وتعليم لقرآن كريم شوف أنت ما تعلم طفل القرآن وتيجي أنت تموت الطفل دا يعيش بعدك ستين سبعين سنة كل ما يصلي ويقرأ الفتح تاخد ثواب كل ما يقرأ قرآن تاخد ثواب اللي أنت اللي علمته وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصر فالوقف من ضمن إيه أسباب الصدقات الجارية درجة أنه يقال في المدينة أن فيه وقف من الأيام سيدنا عثمان بن عفل لحد الوقت باسم سيدنا عثمان لحد الوقت بينفق وبتشرف عليه وذبت الأوقف هناك في الأراجل الحجازية ويسموه وقف عثمان لحد الوقت فشوف بقى سيدنا عثمان بقاله مدفون بقاله كم سنة ولحد الوقت في الوقف بتاعه شغال رضي الله عنه وقف الرباط في صغر من صغور الإسلام يعني الإنسان اللي يموت مرابط ربنا يجري عليه عمله كأنه عايش ليوم الهيام إذا متى مرابطة محتسبة يوم يجي رمضان مكتب له صامر وهو ميت يجي وقت مكتب له صلاة وهو ميت الرباط اللي هو يعني في الحراسة في الصغور الرباط اللي هو يقف في صغور من صغور المسلمين واخد بالك إنه وسحها الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه إسباغه ضدوء على المكان واخد بالك وانتظار الصلاة بعد الصلاة وإيه وكسرت الخطة للمساجد فذلك ومررباط فذلك ومررباط اللي يوازر على الثلاث قصال دي ويموت مكتب له عمله كأنه عايش لحد يوم القيام شفت بقى لأنه ده مرابطة فدي نعم كبيرة وكذلك المؤذن المحتسب كل دول بيكتب لهم إيه ثواب عملهم كأنهم أحياء بالزبط مش في حديث الحصارها أفتاد الحجل بس طب ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيحصرها في رواية ثلاثة يسول حفظها وبعدين يجي في رواية ثانية يقول اتنين غيرهم زي في الكبائر يقول الكبائر عشر ويجي في رواية ثانية يقول الكبائر سبع وياخد بقى كنت يجي جمع الكبائر لقى أربط تلتمية يمت يبقى لسي على سبيل الحصر يقول لك لا مفهوم للعدد ليست له مفهوم للعدد ليست على سبيل الحصر زي ما اتكلمنا برضو على إيه سبع خصال توجب الظلال في ظل عرش الرحمن لما جينا جمعنا لقى حديث اللي توجب الظلال وجيناها أكتر من اربعة وتسعين خاصة من السبعة بس لكن الحديث المشهور هو السبعة لكن فيه بقى حاجات تانية كتيرة جمعوها العلماء يبقى إيه لا مفهوم للعدد المهم بيقول لك وشرائط الواقف صحة عبارته وأهلية التبرد لازم الواقف ما بس صبي ولا مجنون ولا سفيل ويشترفش في الواقف على فكرة الإسلام يعني ممكن كافر يوقف ماله لبناء مسجد نقبل فهمت إزاي؟ لا يشترف فيها الإسلام لكن كنوا أخذ ثابة في الآخر أولا عشان ثابة في الآخر لازم الإسلام عشان تقبل لأن المسلم يؤمن بالآخر إنما الكافر مش مؤمن بالآخر ولو كان مؤمن بالآخرة ويكفر بالأنبية يبقى عمل محبط ثم؟ لكن يا صح واقفه في حال الدنيا ويقبل يبقى لازم صحة عبارته فيخرج الصبي والمجنون واستفير والمحجور علي وأهلية التبرع ولازم يكون رشيد ومالك فيما يوقف يبقى الملك التام والوقف جائز بثلاثة شراء جائز هنا بمعنى صحيح مش جائز اللي هو مقابل لغير الجائزة اللي هو الحرام لا ده جائز هنا يعني صحيح والوقف جائز وله ثلاثة شروط أحدها أن يكون الموقوف مما ينتفع به مع بقاء عيني وده عرفناه في التعريف لازم الموقوف مما ينتفع به مع بقاء عيني فما ينفعش يوقف شيء لا انتفع فيه كويس ومش كده وبس ولا يوقف شيء ينتفع به فيستهلك زي ما قلت لك يوقف مثلا ايه شمع لما الشمع هتستهلك لما تضاء أو يوقف طعام الطعام يؤكل ينتهي يبقى لازم ايه مما ينتفع به مع بقاء عيني وبشرط الانتفاع ده كمان انتفاع يكون مقصود شرعي يعني ما ينفعش انتفاع محرم يعني ما ينفعش يوقف أطباق من الزهب لاستعمال ايه استعمال أواني الزهب حرام فلا يصح انه هو يوقف لان انتفاعها محرم فهمت ازاي وان كان الاكل والشرب فيها يبقي عينها لكن لا ينتفع به فهمت ازاي انتفاع مباح وآلات اللهو عند الشفائية آلات الموسيقى والحاجات دي حرام فلا يوجوز انه هو يوقف مثلا العود بتاعه وكمان جه يقول دي الوجه اللي منفعش فهمت ازاي لانها ليست لها استعمال مباح في مذهبنا وان كان في بعض مزائب المسلمين غير المشهورة اجازوا استعمالها في الزكر واخد بالك ازاي وان كنا نحن لا نحب مثل هذه الاشياء في استعمالها في الزكر على طريقتنا واضح؟ يبقى لابد ان يكون الانتفاع مباحا مقصودا فما ينفعش بردو ايه يوقف شيء محرم كمصنع لصناعة الخمور مصنع لصناعة الدخان ما ينفعش يوقف ان دي اشياء لا يقرها الشارع الشري لانها فيها ضرر واضح؟ فلا يصح وقف آلة الله ولا وقف دراهم للزينة الدراهم دي معمولة من الفدة ومن ايه؟ ومن معمولة من الفدة فما ينفعش ان يستعملها واللي كانت الدراهم دي كانت بتستعمل كنقد فلو اوقف دراهمه قلل السيولة في السوق فيضر السوق واضح؟ وان الله لم يجعل الدراهم دي وظيفاتها التزين وظيفاتها هي التبادل التجاري فليست الدراهم مقصودة الانتفاع بها بالتزين بل المقصود منها الانتفاع بها بشراء المطلوب فهو انتفاع مش مقصود بعيني ومش كده وبس ولا يشترد حاجة كمان النفع في الحال يعني ممكن يصح وقف شيء ينتفع به في المقال في المستقب يعني ارب تحت الاستصلاح هي ما بتطلعش زرع ده بينفق عليها بتستصلح لسه له انه يوقفها لله على اعتبار انه يستفاد بها في المقال واضح؟ فبيقول لك ولا يشترك النفع في الحال فيصح وقف عبد وجحش صغيريني على اساس انتفع منهم لما يكبر واما الذي لا تبقى عينه كمطعوم وريحان فلا يصح وقف كل شيء لو استعملته يستهلك ما ينفعش يبقى وقف ينفع صدقة ينفع هبة ينفع سلعة وبيع لكن لا يصح ان يكون ايه محل للوقف ادلك امثلة لها ايه المطعوم لان المطعوم يستهلك باكل والريحان يستهلك بشم فلا يصح وقف والثاني ان يكون الوقف على اصل موجود وفرع لا ينقطع لازم يبقى اصل يتولد منه فروع ده امت ازاي واذي الفروع متجددة ادي معنى فرع لا ينقطع فخرج الوقف على من سيولد للواقف ثم على الفقراء ويسمى هذا مقطع الاول يعني ما ينفعش لازم يكون الوقف جهة الوقف على ايه على اصل موجود وفرع لا ينقطع يعني هيقفوا على ايه على حاجة موجودة الوقتي يتولد منها فروع يعني ويقفوا مثلا على زيد الفقير وزرياته تهمش تهمت ازاي عندما ما ينفعش ايه يبقى مقطوع الاول متصل للاخر يقول مثلا ايه هو وقف على من سيولد للواقف ثم على الفقراء يقول هذا وقف ايه لمن سوف يولد من زرياته وهو لسه متجوز او لسه زوجته لم تنجب فده يبقى مقطع الاول لانه مش موجود ترى ثم للفقراء يبقى ده مقطع الاول ايه فما ينفعش ويسمى هذا مقطع الاول مقطع الاول يعني ايه يعني الموقوف عليه غير موجود الان اللي هو النمرة واحد يعني هو عامل الوقف اولويات لكذا فإن انقطع ده يبقى الكذا بدليل ثم فالكذا الاولاني ده مش موجود الان ويسموه مقطع الاول ولا يصح على الرابح يعني ايه لا يصح على الرابح يعني في وجه ضعيف في المذب يصححه ويقى لك ينتقل على الموجود يبقى للفقراء تقيمت زي في وجه ايه مقابل للصحيح يقول لك ينتفع بيه بس ينتقل للايه الفرع التان على تقاول الايه للجهة الايه اللي على الطراخ طب افرد ما قالش ثم للفقراء هذا وقفة لمن سيولد مني ثم للفقراء وانا لسه ما تولد ليش حد واخد بقى ثم للفقراء افرد ما قالش ثم للفقراء احنا قلنا اقول ثم للفقراء يبقى منقطع الاول موصول الاخر وهذا لا يسح على الرابح وفيه مقابل للايه اللي الصحيح انه يسح وينتقل للموجود تفهمت طيب افرد بقى ما قالش ثم للفقراء يعني ان كان منقطع الاول والاخر تفهمت ازاي يبقى لا يسح من باب اولى يبقى من باب اولى لا يسح قولا واحدا تفهمتش حيبا فيها خلافك وقوله لا ينقطع احتراز عن الوقف المنقطع الاخر كقولي وقفت هذا على زيد ثم نسله ولم يزد على ذلك لانه ممكن نسل زيد يموت ويبقى ينقطع نسل زيد ممكن زيد نفسه ما ينجبش تفهمت ازاي فينقطع وفيه طريقان احدهما انه باطل كمنقطع الاول يبقى الوجه الاولين احنا قولنا منقطع الاول لا يسح دراجع وكذلك لو ايه لو اوقفوا على نسل زيد واخد بارك يبقى باطل لانه نسل زيد قد ينقطع ويبقى منقطع الاخر وهو الذي مشى عليه المصنف لكن الراجح اللي رجحه ايه الشارح ابن قاسم الغزي قال انه يسح اذا كان ايه اذا كان الوقف منقطع الاخر يعني ايه يعني يعني الوقف الاصل موجود لكن منقطع الاخر قال لك يا صح في وجهان في وجه قال لك باطل في وجه تاني قال لك ايه يا صح يعني انا لو خليته في نسل فلان ممكن نسل فلان ده ينقطع يعني يزيد بن معاوية اللي قتل سيدنا الحسين وقتل زرية قال البيت كلهم نسله فين يقول لك بعد عشر سنين لا يوجد له نسل الى يومنا هزا انقطع نسلهم كلهم كل اللي قتل وسيدنا الحسين لا نسل لهم انقطع ونسل سيدنا الحسين والحسن باقي الان ملايين مملينا شوف دي ايه ربنا بقى ايه يمكرون ويمكرون الله ويمكن نسل نسلها نسلها تنقطع وملايين وفلانو كده بالسلاسة يعني انا قابلت واحد في ماليزيا لما كنت في الزيارة اللي فاتت راجل ماليزي ما يعرفش يتكلم كل ما عارض وشريف النسب منسل يقول لك ده من اشراف ماليزيا ده خلق قال لي نو قعد معانا واخد بالك يعني شوف الاشراف موجودين في جميع جنسيات العالم في كل جاة في الهام طور على نسل الامويين انقطع اللي هم قاعدوا يسبوا في سيدنا علي يقتلوا في زرية سيدنا الحسن والحسين انقطع ما لهمش نفس معاوية بنها بسوفين في النسل انقطع نفس معاوية بنها بسوفين انقطع نسل فهم علشان كده ما تيجي توقف شيء على نسل فلان ينقطع فهم تاني بقى المسألة والثالث قال لا يكون الوقف في محذور محذور يعني محرم يعني ما ينفعش يوقف مالي للنفق على الكازينوهات الموجودة في شرع الهرب اللي هم بيبوا فيها خمور ما ينفعش لانده محذور فهم او على الملاهي الليلية ما ينفعش او اوقف هذا المال لإيه لانتاج الافلام ما ينفعش الكلام ده لان التمثيل عندنا حرام قطعا في مذهبنا حرام قطعا في مذهبنا بلا خلاف ولا اوض فما ينفعش والثالث ان لا يكون الوقف في محذور بضاء مشالة اي محرم فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبد بدك مسل المحذور اللي هو ايها عشان ما تتشج يعني ما ينفعش ان انا اوخة مالي علشان تبنى به الكناز وافهم كلام المصنف انه لا يشترط في الوقف ظهور قصد القربة بل انتفاق المعصية بس اهم حاجة يبقى جهة الوقف ليست معصية مش شرط يبقى فيها ايه قصد القربة واضح فهمت سواء وجد في الوقف ظهور قصد القربة كالوقف على الفقراء او كالوقف على اغنية وانواع الوقف كتير لما تيجي تقرأ في اوقاف المسلمين تجد من قصدها كانت غريبة الشكل كان بعضهم كان يوقفه وقف الست الغضبانة كان موقف وقف في مصر كان اسمه وقف الست الغضبانة يعني السبتة ما تغضب من جزها بالليل ويتردها وما تلاقيش ليها مكان يقويها واخد بالك تقوم تروح لوقف السبتة الغضبان تلاقي مكان يقويها واكل وشرب ومكان آمن لحد ما جزها يصطلح عليها او يطلقها ويزوجوها شوف او ده دي اوجه من وهو الوقف شوف وقف السبتة الغضبان كان فيه وقف للطيور المهاجر لإطعام الطيور المهاجر علشان كرة تلاقي فوق قوبة الإمام الشافي عاملين ايه سفينة كبيرة كده فوق قوبة الإمام الشافي كان يملوها حجوب في مواسم الطيور المهاجر علشان الطيور المهاجر جاي من أوروبا ماشي آلاف الأميال توصل هنا في سماء القاهرة تبقى اللي راجب بعدها يسقط من الجوة يوموا ايه يملولها دي علشان ما تعدي تاكل منه فده وقف مثلا تيور المهاجر كان فيه وقف لسقيا الكلاب في الجمالية لحد دلوقتي معروف لسقيا الكلاب الضل وكانت الكلاب عرفاه مكان سبحانه أجيلك من كل فج من القاهرة يروحوا هناك يشربوا واستحموا واخد بالك إزاي فيعني كان فيه أوقف وكان الشيخ عدلاصة ديكور وماريو حكا لي أن فيه فيه طنجة بلده اللي هو اتولد فيها في المغرب كان فيه وقف لإيه لمؤانسة الوحشان مؤانسة الوحشان يعني إيه يعني موظف يدوله مرتب يطلع في مئزانة المسجد بعد منتصف الليل يعد يقول توشيح ويقول تسبحات وترانيم يسمعها اللي مش جيله نوم وعايش لوحده يأنس بيه حتى يؤذن الفجر يسموه إيه مؤانسة الوحشان ما كانش فيه راديو ولا كان فيه تلفزيون والإنسان اللي عايش لوحده وعنده أرق يبقى مستوحش طول الليل وكان فيه ظلمة ما كانش فيه كهرباء زي الوقت فكان محتاجين حد يأنسه ويبدو أن صاحب الوقف ده عانى من إيه من الوحشة فلما عانى من الوحشة أوقف ماله لمؤانسة الوحشة يعني إيه وجوه الوقف كانت للمسلمين كتير درجة جامعة القاهرة دي اللي إحنا الوقت الإخوان بيحرقوها دي من أموال الوقف يعني مبنية من أموال الوقف الخير وكان فيه مستشفى العبوزة مستشفى دار الشفا للحد الوقت بتعالج المرضى دي وقف خير مبنية من أموال الوقف أخذ بالك إزاي وكذا أموال الوقف كانت تستعمل في وجوه كثيرة جدا وهي تحل مشكلة كبيرة على فكرة في الخدمات اللي يحتاجها من ناس والحكومة غير قادرة على النفق عليه والثالث أن لا يكون الوقف في محذور بضاء مشالة أي محرم فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبو وأفهم كلام المصنف أنه لا يشترك في الوقف ظهور قصد القربة بل انتفاع المعصية سواء وجد في الوقف ظهور قصد سواء وجد في الوقف ظهور قصد القربة سواء وجد في الوقف ظهور قصد القربة كالوقف على الفقراء أو كالوقف على الأغنياء ويشترك في الوقف ألا يكون مؤقتاً برضو ما ينفعش أوقف الشيء مؤقت وقت بلك زي يقول وقفت هذا سنة ما ينفعش وما ينفعش يبقى كمان الوقت معلق بشرط نازم يبقى مطلق ما ينفعش يعلق وألا يكون معلقاً ينققوا لي إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت كذا أو إذا نجح السيسي في الانتخابات أوقفت مثلاً إيه كذا ما ينفعش أو إذا نجح حمدين صباحي في الانتخابات أوقفت ما ينفعش فأنت إزاي ليه لأن ما ينفعش يبقى معلق على شيء الوقت لا يسعى أن يكون معلقاً على شيء أي شيء وهو أي الوقف على ما شرط الوقت وبعدين جهت بقى صرخ الوقت لابد أن يكون على شرط الوقت ما يغيرهاش تهمت بقى وهو أي الوقت يعني هو شرطه لخفاظ القرآن ما ينفعش يصفع على طلاب الحديث الشريفي شوف قد إيه أوقف هذا المال لأهل التحفيز القرآن ما ينفعش ينفقها على أهل الحديث الشريف شوف قد إيه مع أن الحديث الشريف حاجة جميلة برده هو أحد الوحيين ما القرآن وحي والحديث النبي برده وحي شكرا برده وتيت القرآن لكن طالما نص الوقت على جهة معينة ما ينفعش يعني أوقف ما له للنفق على مرضى الفشل الكلوي ما ينفعش أخذها وأنفقها على مرضى السرطان فهمت إزاي؟ لابد أن أنا أراعي نص الواقف فهمت؟ لابد من هذا وهو أي الوقف على ما شرط الواقف فيه من تقديم لبعض الموقوف عليهم كوقفت على أولادي الأورع منهم يعني هو قال إيه؟ أنا وقفت هذا المال للنفق على أولادي وأولاد أولادي الأورع منهم يعني ما يطلع من أولاد واتفاسد ما ياخدش منهم بقيمت بقى إزاي؟ يبقى يروح للعيال الصالحين من زريته بس اللهم المشهورين بالصلاة أو تأخير كوقفت على أولادي فإذا انقرضوا فعلى أولادهم ينفع هذا أو تسوية كوقفت على أولادي بالسوية بين ذكورهم وإناثهم أو بالتفضيل كلبعض الأولاد على بعض كوقفت على أولادي للذكر مثله منهم مثل حظ المنساين كل ده جائز المهم أنه راعي الشرط لشرط تهمت زي؟ يبقى الوقف على شرط إيه؟ الواقف ولابد أن يعين لكل وقف الناظر يسموه ناظر الوقف اللي هو أمين على تنفيذ الوقف في مصارفه وعلى رعاية المال بحيث أنه لا يضيع وينتفع بما يخرج منه يعني يدير هذا المال ويجعله في الجهة التي إيه؟ يسموه ناظر الوقف ويشترط في ناظر الوقف العدالة يعني الديانة وهو ليه الأوقف في مصر حلوها أيام جمال عبد الناصر؟ عشان لقوا كله نصدر الوقف معظمهم حرمية ولا يازو بلا فهمت بيدير الوقف المصلحته هو وزريته وأصبح كأنه متملك الوقف مش بيدير الوقف فلما انتشر الفساد انبنى على علاج هذا الانتشر الفساد فساد أكتر وهو حل الأوقاف وإدخال الأوقاف في ميزانية العامة للدولة فأفقاره بعد ذلك الأزهر الشريف لأن الأزهر الشريف كان ينفق عليه من هذه الأوقاف فكان بالجهات الغنية وطالما الجهة العلم الشرعي غنية مستغنية تطلع علماء أجل لا كبار موثوق في علمه إنما أول ما يبقى النفق على جهات التعليم ضعيفة يطلع العالم غير متفارغ للتعليم فيطلع بعيف التعليم لأنه هيدور على باب رزق أخر يعني الوقتي حتى اللي بيشتغلوا في الجامعة بيدور على أنه يعملوا مذكرة عشان يبقى عشان يعرف يكسب منه والمذكرة ملخص بيديه للطلبة اللي هما مقروش أصلا المؤسع عشان يلخصوا لهم وبالتالي بيخرج أجيال بعيفة فإنهار التعليم بسبب هذا ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله طيب نخلص بلت الحتة دي احنا كده خلصنا الحمد لله كده خلصنا الوقف ونقف على أحكام الهبة يوم الثلاثاء بعد القادم أي سؤال إيد فضل بما إن الوقف على منتجب عليه إعالته على إيه منتجب عليه إعالته كأول طيب هل ده مش واجد تلاعه بالإرث؟ لا ده مش إرث يتصرف في ماله كيف شاء لو وقفه على أولاده مثلا خرج الهبة هات أب والهم طيب ما هو مش معنى كده أنه هو مش حينفق على بهم عنده مال كتير أوقف المال ده طيب ما يتصرف في ماله كيف شاء لو هو في حال حياته ما اسموش إرث اسمه مالي فهمت إذا طالما هو مالي إذا انت مالك وانت مالك إذا كنت هتصرف في مالي هو أنت طال الوقت هتحجر على لا لا ممكن توقفه في حال حياتك وسيدنا عمر أوقف الأرض بتاعت خيبر في حال حياته في حال حياته وفي حال حياته النبي ونشوفه عاش بعد سيدنا الرسول لكم سنة وأوقفه وكات اللي بتشرف عليه ابنته حفصة كات نظر الوقف بتاع سيدنا عمر في خيبر كات هي ستنة حفصة هي كات نظرت الوقف بتاع أبيه فهمت إزاي؟ في حال الحياته ما فيهاش مشكلة طب لو أقفه لو أقفه مثلا المشتان على ما انتجب عليه هصريك المشتاني بينطق من الوقف نفسه عليه ما يسمره وما يحتاجه كله منه فيه ما دي مصر هو بيطلع مثلا الوقف ده مليون جنيه بيحتاج نفقات مئة ألف أخذ المئة ألف النفقات عليه يتبقى لي تسعمئة ألف أخذ منهم كمئين مئة ألف قبل العمال القائمين نظر الوقف والعمال اللي بيشتغلوا يتبقى لي كيام تمنمئة ألف يبقى تمنمئة ألف دول اللي باقيين بعد النفقات الإصلاحي ونفقات المرتبات القائمين عليه أنفقها في جهة الوقف هذه المسألة والله تعالى أعلى وأعلى شكرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد والله أن نستغفر أكتب